اشتركوا في القناة 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 مباراة تعود إلى البداية الان كل شيء وارد كل شيء ممكن لا يمكن توقع نتيجة هذا اللقاء كان هدفا مميزا جدا بناء جيد للهجمة تناغم في اللقطة الماضية كرة تنتهي في الشباك عرضية مثالية في الجانب لا يسرى الله على النهاية وضع الكرة في الشباك بهذه الصورة اللقطة من جديد يا السلام على العرضية الله على الاستغلال الكرب الموعد الكرب في الشباك بعد ذلك هدف تعديل الكفة التعديل الإيجابي واحد واحد ليوناردو بروتشي امريكان بليز ماتويدي تمركز ممتاز و ساعدة في قطع الكرة بيانيج جواو كاسيلو باولو ديبالا ضربة مرملان قلت لعب في هذه اللحظات ليس من الغريب أن نشاهد الوزيتو نجميل أورغواي وهو يحرك الشباك هدف في منتهى الروعة شوف لعدم كيف اقتنص هاره الكرة سيرجو بوزكت إيفان راكليتيج سواريز بيانيج بليز ماتويدي ضغط كبير عليه رائع جدا الاحتفاف بكرة سيرجو بيرتو ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة كرة بتشتت من بولوشي كريستيانو رولانتو أمامنا ثلاث دقائق كوقت يضع فيه تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة يلحب الكرة بتقة كبيرة بالملي السلام يحرف كيف تخرج ومتى تخرج وين تصل النتيجة واحد واحد مع نهاية شوط الأول نعود الآن من غرفة المنافس إلى أرضية الملعب في شوط المباراة التاني لدول مجموعات في هذه الجولة الأولى في دولة أبطال أوروبا أمامنا 45 دقيقة حتى نشاهد من ينجح في تحقيق بداية إيجابية في هذه المسابقة جواو كافسيلو مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب دقة كبيرة في التمرير جورد يالبا كانت البينية في الطريق لكن الكرة تم قطعة في الوقت المناسب ليوناردو بروتشي أمريكان بيانيج جواو كافسيلو بالنسبة لأداء رونالدو في شوط المباراة الأول قدر يسجل هدف لكن هذا ليس كافي حتى اللحظة وبالتالي شوط المباراة الثاني بحاجة إلى مساعدة فريقة بشكل أكبر مع أول توقف سنشاء التبديل في الصفوم برشانونا كرب تتخلص من جورد يالبا باولو ديبالا الحلول أمامه في الهجوم ديبالا عرضية بالتجامل زوغتش في الثمانتناش ليوناردو بروتشي جواو كافسيلو بليز ما تويدي تمرير الكرات يتم بشكل مميز جدا في المقدمة من أجل خلق فرصة ومساحة للتسجيل سيرجو روبرتو ليوني الميسي سواريز سيرجو بوزكت لويسي سواريز كوتينيو ألبا حرضية ما كانت بشكل مطلوب بليز ما تويدي أليكساندرو إيفان راكيتيتش لويسي سواريز هذه التغذية ثلين على لويسي سواريز بعد ما نسجل هدف في المباراة شوف الحذر شوف الرقابة كرة خطيرة من على الأطراف راكيتيتش راكيتيتش تمركو السليم من اللاعب يعترض الكرة في اللقبة الماضية المباراة تدخل الآن في الثلث ساحة الأخير تتحرك دكة البودلاء ومشاهد الآن المدربين وتغييرات في نفس اللحظة جيرارد بيكين سيرجو بوسكتش كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة ايفان راكيتيتش ألينيا الكرة بحوزة اليوم فونتسلان تشزني تشزني شوف الإعادة حارس المرمى كان قريب لكن هذه اللقطة انتهت بهذا الهدف الغريب أنه قد أبحثت بحوزة اليوم فونتسل بحوزة اليوم لو 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 فيسنا فونتسل 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 برشلونة يتأخر في اللقاء إيفان راكيتيج تغيير قادم رح يكون في صفوف اليوبي مع أول توقف في المباراة سيرجو روبرتو ألينيا إيفان راكيتيج جيرارد بيكي جور دي ألبا وضحنا مدرب الفريق الضيف رح يجري التغيير الآن ألينيا جور دي ألبا بيخلصها بيبعدها بعيدة بمبدأ الأمان بليز ماتويدي تحرك جيد وصح في قطع ترام إيفان راكيتيج ليوني الميسي تغيرات الفريقين في نفس التوقيت ليوني الميسي العرضية في وسط المنطقة أخيرا يأتي التعادل أي محاولات والسيطرة شوف التعادل المستحب تعادل بعد معاناة أمام المرمى لكن الآن يفكرون في تقديم المزيد والتقدم في هذه المباراة شوف اللقنة الماضية وانظروا إلى حارس المرمى كم كان قريبا من إخراج الكرب هدف محبط بالنسبة للحارسي بكل تأكيد هذه عادل الهدف من زاوية أخرى والتعادل يعود مرة أخرى في هذا الإقام نعود إلى نقطة البداية من جديد مباراة نولا في دوق مجموعة مشاهدنا تنتهي نقطة وحيدة في الرصيد أكيد ليست أفضلية وليست هي البداء المثالية لكن أفضل من الخسارة أكيد كل مدرب وأكيد سيكون على الفريق البحث أن تقديم مستويات أفضل ونتائج أفضل في المباراة القادمة للمنافسة على التاهل